بنرحب بكم مرة تانية عزيزية مشاهدين وبنرحب بخابرنا التحكيم من كابتن ناصر عباس انا وسأل كابتن ناصر من اوارنا تحاية لكابتن ايمن وكل مشاهدي كابتن الاهلي ومتابعينها وتحاية النجوم الكبار كابتن علاء ميهوب وكابتن نسام عرابي كابتن علاء برحمن وكابتن نسام عاصر في البداية كابتن احنا بنتكلم على مباراة ناد الاهلي وبنقول دايما ان الحكم هو منطقة الجزاء مقياس اختبار الحكم او قدرة الحكم هي مرات الجزاء ما فيش شك ان احنا ردوان متكلمنا عليه قبل كده كلام جميل جدا جدا واحنا الان بقول اللي بنشوفه الصورة دايما لكابتن ايمن هي اللي بتتكلم مش احنا بنقول هنقول نهارده ردوان جايد نهارده حرم الناد الاهلي من الفوز بالسرعة النقاط ده مبدعيا ردوان جايد نهارده ظلم الناد الاهلي زي ما كابتن اسماءال وزي ما كابتن علاء ميهوب وكابتن عادل وزي ما كنت قلت ظلم الناد الاهلي باحتساب ركلة جزاء من وحي الخيال وهمية يعني انا 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 يعني اعدت ممكن تلات اربع خمس اشوف حتى اي الخطأ اللي تم ارتكابه فيش اي خطأ تم ارتكابه سواء كان من خارج منطقة جزاء او من داخل منطقة جزاء اول مرة كابتن نتمنى ان كان يكون للفوار وجود النهارده بزي ما كابتن ودي مشكلة احنا بنتكلم احنا بنتكلم امتحاد الفريق بامكانيات كبيرة وتوجات احاد الدولي لابد ان يكون عندك الفوار في بطولتك انت نهارده في بطولة تسرف عليها الناد الاهلي نهارده بيسرف ناد زهالك بيسرف كل الاندية بتسرف مبالغ كبيرة جدا من غير ما اقول نهارده يبقاش النهارده تقنية الفوار موجودة حسنا بكالم كمان كان هناك هدف كان ممكن يبقى لو الفوار موجود نقدر نتأكد كمان منه كان هناك الكرة عبرت بكامل محيطة خط المرمى بين الكمية تحت العرضة ولا ما عدتش لو الفوار موجود كنا نتأكدنا